ويقول في آية الدرس سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله ببركات كثيرة حسية ومعنوية ثم هي بعد ذلك مطم هذا المسجد الذي بارك الله حوله وكان ثاني مسجد وضع لعبادة الله في الأرض بعد المسجد الحرام بمكه وكما تبت ذلك في الصحيحين ثم توالت عليه المحن والحروب حتى خريب واندتر ولن يبقى من بنائه الأول أثر إلى أن بناه المسلمون على ما هو عليه الآن وهذه فضيلة كبرى على أن أكبر فضاء لهذا المسجد المبارك وهي التي زادت مكانة وحرمة في نفوس المسلمين خصة الإسراء والمعراج وحلول ركب النبي صلى الله عليه وسلم في ساحته وصلاته في إماما لجميع أنبياء الله ورسله ثم عروجه منه إلى السماوات السبع وسدرة المنتهى ومجاوزتها إلى حيث ناجاه ربه وكلمه وفرض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة ثم عودته إليه في تاريخ رجوعه إلى مكة بفرضية الصلوات الخمس التي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين وفرق ما بين المسلم والكافر كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم ارتبطت الصلاة بذكرى قصة الإسراء والمعراج وبالمسجد الأقصى حيث منه كان عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلا ولعل ذلك هو السر في الأمر بالتوجه إليه في الصلاة وجعله أول قبلة للمسلمين واستمر المسلمون في كل من مكة والمدينة توجهون إلى بيت المقدس نحو ستة عشر شهر إلى أن أمرهم الله باستقبال الكعبة بدلاً عن بيت المقدس وذلك في شعبان من السنة الثانية لهجرة ونزل قبل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة فرضاها فولي ولهاك سطر المسجد الحرام الآية وهذه فضيلة كبرى للمسجد الأقصى أن يكون أولى القبلتين وكما لاحظ ذلك جلالة والدكم النعم طيب الله صراه حيث قال في حديث له أو خطاب وكونه أي الأقصى أولى القبلتين أهم في نظري من ثونه ثالث الحرامين